كل ما اكتسبته البشرية وتعرفه اليوم من علوم هي تمثل حرفين من العلوم الإلهية وكما ذكرت نبوءات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام فإن المخلص المهدي علي الصلاة والسلام سينشر 25 حرفا من العلوم في العالم فإن وقفتم متفرجين أو إن رفضتموه أو حاربتموه سوف لن ينفعكم ولن تحصلوا إلا على الندم وتكونوا قد خذلتم الحسين عليه الصلاة والسلام مرة أخرى كما خذلتموه في سابق الزمان فها هو المخلص المهدي عليه الصلاة والسلام وهو يجمع أنصاره الذين هم كقزع الخليف ويبث بينهم العلوم فهذا هو الزمان الذي فيه سيعلو ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر محمد وآل بيت محمد عليهم الصلاة والسلام وذكر الأنبياء ولن نخضرهم بالمهدي عليه الصلاة والسلام ستقوم دولة العدل الإلهي هذا هو الموقع في حالة أخرى في محمد ويجبه يتبعهم ويجبه ويجبه والسلام والسرعين يتبعهم يتبعهم ويجبهم ويجبهم لن يتبعهم ويجبهم ويجبهم يتبعهم ويجبهم وووث يتبعهم الناس والسودس المشرقي المباركة وهو يبدأ ه فهو يقدم اشتركوا في القناة